اشتركوا في القناة كيفك اليوم؟ خلينا نذكر بالمسابقة أكيد مسابقتنا هي خرج هذا الوضع اللي نحن في وضع الرشح هو على الفيتامين سي وكانت مسابقة كثير هيني أيا في فيتامين سي أكتر هل هو الليمون أما الكيوي طبعا بنفس الكمية مشاهدين عندهم لا إخلح النهار مصبوط لا يجيبوا حتى يكونوا عام يربحوا من مطابق بريلايت ويكونوا عام يبلشوا ريجيمون ويربحوا أكلات الصحية واللايت أكيد رح يجيبوا على فيسبوك بيجز MTV Alive أو RDF رندا دونيا فهد أو بريلايت هيل سنتر وطبعا في يوم كل المشاهدين يكونوا عام يتابعوني على الإنستغرام رندا دونيا فهد بكرة الجواب وبكرة اسم الرابحة والرابحة شو خبريتنا اليوم؟ اليوم خبريتنا هي على سؤال معين ليش نحنا عم ناكل ملح وليش عم يطلب جسمنا ملح إذا نحنا بنحكي دايما أنه بننتبه لكمية الملح اللي بنكلها وما ناكل زيادة طب ليش أوقات بناكل زيادة هل في أسباب معينة؟ والجواب بهالريسورتش اللي نعمل طلعه أنه إيه؟ في عدة أسباب تخلينا نطلب أنه ناكل ملح زيادة منا هو وقت نعرأ فطبعا وقت واحد يعرأ ويظهر ماء بجسمه هو مش بس ماء عم يظهر عم يظهر الماء مع الملح مع غيره من المعادن فمشين هيك الجسم بيطلب ياخد ملح أكتر فإذا كمان وقت واحد يعمل رياضة الإنسان بيطلب ملح بس هتب يعني أنه بالصيف ناكل ملح أكتر مش تيقا أو لا؟ الوقت نعرأ أكتر جسمنا بيطلب أنه ناكل أكتر فهي بوقت اللي بنعرأ فيه هيدا واحد هلأ هيدا سبب من الأسباب السبب الثاني دايما هو الديهايدريشن فكمان الجواب اللي قال لك هو ايه مظبوط الديهايدريشن يعني وقت نحنا عم يمرق النهار نعملنا شاربين فيه ماء والماء عم يخف بقلب الجسم لكن هون عم يصير فيه طلب للملح الزيادة فإذا هون كمان شغلة كتير مهمة تالت شغلة طبعا نحنا منعرف بالدورة الشهرية وقتها يكون فيه بي ام اس قبل بيه أسبوع الامرأة بتطلب انه تكون عم تاخد ملح الزيادة وهيدي حقيقة أكيد علمية وهيدي العليقة بالهرمونات فينا نقول هي العليقة بالهرمونات تقلب الهرمونات هلأ كمان قلة النوم سترس بيطلب ملح هلأ نحنا منقول قلة النوم والسترس تطلب أكل تطلب سكر تطلب كتير اشياء تطلب كتير اشياء هون هنه ثلاث اشياء اللي بيطلبوا بيطلب الملح والسكر والفات لأنه هولي ثلاثتهم هنه رح يخلوا الدماغ انه يعطي الدوبتامين مية بالمية اللي هو الهرمون اللي بيريح بس إذا من نيم نستبدلهم كلهم نيم بالنيم فالنوم الرياحة النوم بالكمية المزبوطة الرياحة أكيد فينا نكون عم نستغني عن وقتا نحنا بدنا نفتح كيستشبس اللي هو فيه الملح اللي هو فيه الدهنيات ونكون عم ناكلهم هلأ هوني كمان بدي أحكي انه الامرأة الحامل او قد تحس حالها عم تطلب ملح زيادة كمان لأنه هي كانت بحاجة لتشرب زيادة ما شربت او خصوصا هي وقتا تكون عم تستفرغ فهون عم تحتاج لملح أكتر هلأ هولي كل هالأسباب الزكاتيون اللي حديث هلأ رندا أسباب كتير منطقية ومش غلط انه نلبي هالرغبة مش هيكي؟ ايه؟ بهالحالات بهالحالات ولكن نحنا إذا عم ننكل أكتر من 2500 ميلي جرام بالسوديوم بالنهارنا هيدا شي عم يأزينا فإذا وقتا نحس حالنا نحنا عم ناخد أكتر أما صار عنا هبت اللي ما حكيته انه نحنا عم نعود لساننا انه نكون عم ياخد ملح هيدا خير سبب هيدا ممكن يشكل خطر 100% بيكون عم نحط زيادة بس كمين هونيكي حتى نحنا نتفادئ انه نزيد الملح ساعتها بدنا نكون عم نشرب زيادة ساعتها بدنا نكون عم ننام عم نريح حالنا هؤلاء الاشياء اللي عم نقوم عنهم وأخيرا بديقول انه طبعا فيه أسباب صحية لأمراض كتير معينة ما رح فوت بتفاصيلها هي اللي بتدعي العالم انه تكون عم تاكل ملح زيادة فهوني اليوم بس حبيت احكي بخبريتي عن أسباب اللي بتدعينا انه ناكل ملح لما جسمنا يرغب الملح نجرب نفكر ليش وين احنا بأي وضع من الأوضاع لكن اليوم موضوعنا أنواع الرجيمات كتير عم نسمع فيها كتير أشخاص عم بيجربوها في ناس تنجح في ناس ما عم تنجح فيهم اليوم هو الانترميتن فاستينج هذا الرجيم كتير عم نسمع فيه من سنة تقريبا وبيعتمد على نصيم يعني نمنع جسمنا من ساعات عديدة من الأكل مية بالمية أنا تينا أسبوع التنين الماضي حكيت على أنواع معينة من الرجيم لإنقاذ الوزن لم قلت بدأي حكي على الانترميتن فاستينج أسبوع الجي منحكي على الكيتو دايت هيكي هؤلاء الديتس اللي هنه كمان اللي عم نسمع فيهن الأسيم اللي عم نسمع فيها اللي هي مثل ما قالنا ترندي أما اللي هي درجة بهالأيام وقتها نحكي انترميتن فاستينج مثل ما قلته هو الصيام أو نمنع حالنا أنه نأكل أكل لفترة معينة من النهار هلأ اللي بدي أقوله أنه أنتو بتسمعوا أما بنسمع انترميتن فاستينج مثلا ستعاش تمانية يمكن شي يعني ستعاش تمانية يعني هو واحد يكون ستعاشر ساعة مش عم يأكل وثمان ساعات اللي هو بده يأكل فيها رح أعطي مثلا أنه واحد إذا بلش ترويقته ساعة عشرة بده وقف ساعة ستة والباقي من الستة عشية للعشرة الصبح ما بده يكون عم يأكل هيدا الانترميتن فاستينج فيه يختلف يعني فيه ناس يعملوا غير أوقات 16-8 فيهم يعملوا أوقات يمكن 14-10 يمكن يعملوا أوقات 12-12 ساعة فيهم يأكل و12 ساعة يوقفوا أهيا فيكون أصعب 100% في منهم بيقطعوا يومين و48 ساعة هلأ اللي بيقطعوا يومين كمان عندنا بالفاستينج مظبوط تنكي لأنه ذكرتيني بالفاستينج حتى فيه ناس بيقطعوا يومين ويقولوا 5 يام بتاكل اللي بتكوني أنا ما ذكرته لأنه هونيكي أنا ضد الخبرية صرت مية بالمية أود أنا بفتكر هذي كل يعني شوي أكستريم وصار بده مراقبة مش حيلا حدا لازم يعمله مية بالمية هلا هون بدي ما بعرف إذا الوقت رح يسمحلي بس بأخذ الوقت بدي شوف مين بده مراقبة ومين ما لازم يعمل هاشي هلا إرجع لموضوعنا فإذا نحن بهذا السيام قلنا 16-8 رح أعطي هيدا الرقم وأحكي عنه فإذا هوني نحن بـ 8 ساعات رح نأكل 16 ساعة ما عم نأكل هيدا الشي تبين أنه نجح مية بالمية وقتا عمل إكسبريمنت على الحيوانات وتبين أنه هن نقصوا بالوزن أنه هن خف عندهم الكوليستيرول التركبسيرايد الضغط السكر فكل هولي كان له نتيج كتير إيجابية ليش هوني كان under control فإذا هوني كمان ال control هيدا شي بدي حطة بين هلالين لأنه بدأ أرجع أسكرها كمان بعد شوية بالنسبة للعالم للأشخاص فإذا هوني لحسب العم نحكي سنتيفيكلي سبيكينج علمياً أنه هو الجسم عم يرتاح وقتا ارتاح الجسم من الأكل خلي جهاز المناع يكون عم يشتغل أو يكون عم بطريقة مريحة أما يكون عم يرتاح فهولي الإلتهابات اللي بتأدي لكل الأشياء اللي أنا ذكرتهم هي خفت مشان هيك هون هو فيه فيت صحتنا وهي صحتنا بالنسبة لوزنا إن إحنا لا أحكي منطقياً إذا طبيعة الحال أنا عم وقف كل يوم أكدة لنقول ساعة ستة وإخذ هالقرار على مدة شهر أو شهرين فإذا كل اللي تلقمش اللي هو عم يصير بعد الستة وإحنا يا ما في عالم بلقمشوا بعد هيدا الوقت هيدا توقف من ناحية تاني إذا نحنا عنا ضهراتنا صهراتنا اللي كمان خصوصاً بدي أحكي عنا بيه مناطقنا معودين إنه نكون عم نعملها معوة هيدا كلها كمان عم نروحوا معم ناكل بهيدا الوقت فأنتوا بطبيعة الحال وقتاً ما عم تاكلوا بعد الساعة ستة وأنتم عودين كتير تاكلوا وتلقمشوا بهالوقت عم نحكي على الضعف أكيد رح تضعفوا مية بالمية بس في أشخاص ممكن ياخدوا هالستعشر ساعة مأخر أكتر مظبوط ففي أشخاص بيرجعوا بقولوا يعني بعد العاشرة نقول هالستعشر ساعة رح أعملها من التنتين بالليل للصباح هل بتاقدتينا أنه النتيجة رح تكون هي زيتا الجواب هو لا فنحن وقتاً عم نعملها الانترميتنت فاستين كلما أنا فكرته أنه وقف بكير بالليل كلما هو رح ينجح معي أكتر رح يفيد أكتر هلأ الشغلة الثانية وقتاً أنا عم بيكل بهالثمان ساعات طبعاً عم بيكل بطريقة صحية صار فيه وعي شوي هو وقتاً أنت عم بلشتي بالفكرة تقولي ياي رح أكل كل شي بهالثمان ساعات ولكن تعني نشتغل علي مظبوط أنه لا أنت صحية رح تلحقتك مية بالمية وانت تروقت بالإجمال ما رح نتروق المقالة والإشعيك تروقنا ترويقاً عند العالم أنت كمية الأكل رح تكون أقل وصحياً صعرات الحرارية فأنت وقتاً أكلت بوقت أقل صعرات الحرارية منطقياً بدأت تكون أقل بس فينا نقول أنه هيدا الدايت يعني مثل ما قلت لأنه في عدد ساعات طويلة الواحد ما عم بيأكل أوتوماتيكلي عم بيحرق ولكن الإفادة الصحية منيحة إيجابية إفادة الصحية كتير إيجابية ممكن نأزي بعض الأشخاص هلأ بعض الأشخاص الأشخاص اللي عندهم سكري اللي عم بيأخذوا إدوية هلأشخاص مفهموني عملوا السين مثل غيره كمين مثل غيره أو الإمرأة الحامل ولكن لا الشخص اللي صحته منيحة بالعكس أنا من الأشخاص اللي بحمس فلا وضح فكرتي أنا مش غلط أبداً أنه نحن نكون عم نوقف ساعة ستة ولكن أنا دايماً بقول نحن بنظن عم نيكل صحي حتى بالوقت اللي عم نيكل فيه بعدين فيه أشخاص قادرين يوقفوا ساعة ستة وحطيت هيدا الرقم هن أشخاص بنيموا ساعة تسعة معشرة ولكن الشخص اللي عم نيش ساعة تنكيو رند الله المعلوات نحن نحكي عن باقي أنواع من الرجيم بحالات آدمي نحن نخد بريك مشاهدينا ومكافينا لائف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر